ماشي ماشي أصدقائنا رجعنا لكم بالقسم الثالث من أنمي حبيبتي المملة للي ما شاف الأقسام الماضية شوفهم لتفهم الأحداث قبل ما نبدأ لا تنسوا الاشتراك واللايك وليتس جو صومرا استدعت طمية وطلبت منه يساعدها لأنه تأخرت بالبدء برسم لجولها التاني سبب المهمات اللي كلفها فيهم ورسم كاتو وبيكون بدها يساعدها بأفكار لرسم قصة عن موشو التالج أنا ما يحضروا ونصحهم فيه تحكيلوا أنه رح يمثلوا مع بعض القصة لتأخذ أفكار عن الشخصيات وتقدر يتعبر عنهم بالرسم فبينجزوا هالتنين المهمة بعد تعب وبيروحوا تاني يوم للمدرسة وبيلاقي طمية كاتو مغيرة تسريحة شعرها وبيعطيها محاضرة كل الطريق عن أنه البطلة ما لازم يتغير تسريحة شعرها لأنه ممكن المشاهدين ما يحبوا هالشي وهي كالعادة بتكون مفهمة أي كلمة من اللي بيحكي وبيمرقوا من جام سمرة اللي بتسمعهم وبتركز معهم بالمحادثة أكتر من اللي معها وفجأة بتظهر بنت جديدة بتحكي لطمية سنباي وثلاث بنات اللي واعين بحب طمية بيتطلعوا عليها وهم مقهورين هالبنت إيجا تحضنط طمية اسمها إزومي وأصغر منه بسنتين وبيعرفها من أيام الطفولة بتسلمه دعوة لأنها صارت تكتب وبتحكي لأنه هو عرفها على عالم الأنمي والألعاب لما أهدها وهي بالابتدائي بلاي ستيشن مع لعبة وعرفها على هالحياة ثمرة من بعد ما شافت إزومي وهي معصبة خصوصا لما سمعت النوتومية أهدها لعبة الفيديو لترب لأنها اللعبة كانت بالنسبة لهم كنت ولعقت دائقة أنه أعطاها لحدة تاني وتخبرتموا يا بالكلام بطريق رجعتهم من المدرسة بيطلع لهم شاب بيكون عم يستناهم من ساعة وبيحكي لهم أنه زمان ما شافهم الاثنين بيتجاهلوا وبيكملوا مشي وحكي لحد ما يترجعهم يعبروا هاد هو يوري وهو أخو إزومي وكان هو وثمية أصدقاء كتير بعد ما لتنا نكتشفونهم أوتاكو بس اختلفوا لما شاف ثمية أنه يوري عم يحاول يستغل عمل الشباب الصاعد بهالعالم لا يسعد معهم بدون بدل جهد يوري بيورجيهم بطاقته الحالية وهو بيشتغل عند شركة عملاقة اسمها روج ان روج وهي مشهورة خصوصا من مالكة ها أكنا وبيعرض على ثمرة ووظيفة عندهم وبيحكي لهم أنه بيعرف عن حقيقة شغلهم وشخصياتهم يعرف أنه ثمية عم يشتغل على لعبة وعم تساعدوا فيها ثمرة وبالصدفة هم كمان عم يشتغلوا على شي مثلها هالفرصة حتكون كتير كبيرة لثمرة من أيام الطفولة كانت ثمية وثمية بنفس الصف وهي اللي أهدطها لعبة لتراب كان الكل غيران أنه ثمية بيحكي معها وبعد كلام يوري معها ما اشتغلت كتير على كوميك الصيف القصة اللي المفروض تكون خلطتها بس هي بتحكي أنه معها وقت كانت اللي فاتت بنصها الوضع معجبة بأعمال سمرة وتفوتوا بتعود تلعب اللعبة الأديمة اللي أهدتها سمرة لتومية وهي لترابون وبتكون غيرانة سمرة إنها عن تلعبها ولهيك بتتججع إنها تخلص شغلها بسرعة بس لحتى تقدر تلعب هاللعبة وبتحكي لتومية إنها حاليا بفريقه وما رح تاخد أعمال تانية لحتى ينتهيوا من صناعة اللعبة وبيروحوا تاني يوم على الحدث اللي عزمتهم عليه إزومي وهو ويكوميك الصيف والجماهير كبيرة كتير لها العرض بيساعدوها بتجهيز الطاولة لعرض كتابها بيعود تومية يقرأ كتابتها للمانغا وبينصدم من جمال الرسم والقصة وبعد ما تعجبوا بيحكي لهم إنه رح يضمن بيعها كلها وبياخد صفحة منها تصورها صورة كبيرة وبيجيبها لا يعرضها على لوحة تنحرج إزومي وبتخاف إنه ما تعجب الناس بس اللي بيصير العكس لما يجوا الكل وبيشتروها وبيكون أخوها يوري عم يراقب بيحكي إنه كانوا عم يستنوا للسنة الجاي وكان رح يسوق لإزومي كتابها عم طريق شركته وهم عم يبيعوا الكتب تيجي صمرة بتشتري نسخة وهي متنكرة بيلاحظها طمية وبيطلع ينادي عليها صمرة بتسأله إذا عجبوا كتاب إزومي وبيحكي لها إنه أكيد ممتع وحماسي كتير بتخبروا إنه حماسه لبيع كتب إزومي ومساعدته لإلها شي ما بيعملوا معها مع إنها هي كمان بترسم بتحكي لها ما بيتفعل مع رسوماتها ولو بيخبرها إنهم حلوين وبتبكي وبتحكي لها ما بيدعمها وما بيجاوبها أجوبة صريحة على أي سؤال فبتتركوا بعدها وبتروحوا هي عم تبكي وبيتشوفهم كاتو وبتطلب بعدها من قطها تيجي لعند بيتهم ويا لحتى يتناقشوا باللي صار مع صمرة قطها بتخبروا إنه غلط مع صمرة لأنه هي حست إنه انسرب منها صديق طفولتها كمان صفتها كمبدعة بتحكي لأنه لازم يعتذر لها ويضر لها مشاعر الصداقة الأتيمة اليوم هو اليوم الثالث من مهرجان كوميك الصيف اللي فيه رح ينعرض كتاب صمرة بس مو هي اللي بتروح لتبيعه وإنما والدتها ووالدتها وبيقرر توميا إنه كمان رح يروح هناك ليساعد بيعه في المساء بيكون في حفلة بيعملوها أهلا احتفالا فيها روح توميا لعندها للبيت على البالكونة وبيطلب منها تطلع معه بعد ما يكون لابس نفسه زي اللي في لعبة لترب اللي اللي اتنين بيحبوها بيحكي لها أنه لازم تيجي معه وبيمدلها ايده لترافقه هالخطة كانت من تقطيته مبارح معه تهوكاته وهيك بيحفزوا ذكرياتها الأديمة وطفولتها معه وبتقتنع إنها تصالحه ثمرة بتروح معه وبياخدها على مبنى المدرسة الأديمة وبتحكي لها أنه فات الأوان على المصالحة وأنه صار فيه دم إزومي عندهم بالفريق وهي رح تنسحب بس ثمويا بيحكي لها أنه هو معصب ومتدايق منها من زمان كتير وهي اللي درت وجهها عنه بالأول بالطفولة مثل ما حكينا كانوا هدول اتنين أصدقاء طفولة والكل غيران منه لأنه مع أجمل بنت بالمدرسة وبيوم لما يفوتوا على الصف بيلاقوهم كاتبين على اللوح عنهم كلام سيء ومتنمرين عليهم ثمويا بوقتها بيروح ليتخانق معهم وصمرة بتقرر أنه بعدها تتظهر أنه بطلة تتحب هالألعاب لحتى يضللها رفقات وما يتنمروا عليها ولهيك تمو يعتبر هالشي خيانة لأنه تقاتل مع رفقاته الأولاد وما تضلل له أي حدا حتى صمرة اللي كانت بالنسبة له كل شيء بالطفولة وبيحكي لها أنه بعد مرور 8 سنوات ما رح ينسى أنه عملت هيك معه وبيطلب منها تعتذر له هي بتبكي وبتحكي له أنه ما رح تعتذر له أبدا لأنها كانت هي كمان بتعاني كتير وكل وقتها كانت تبكي بالطفولة لأنه بدها تحكي معه وما كانت تقدر وبترجعت خبره أنه فضل كتاب إيزومي على كتابها تمو يحكي لها أنه كتاب إيزومي أفضل وأنه هو حر بشو رح يعجبه أو لا وبيخبرها أنه رسمها حلو واسية ما عم تسعى لأنه تكون الأولى ولا أنه تطور حالها لأنها شايف أنه الكل ما عجب فيها وبرسمها تتأثر صمرة بتحكي له أنها رح تشتغل لتكون الأولى لتشوف نظرة الإعجاب على وجهه بكتبها وبترجع لهم بعد ما يحملها للبيت بتنتهي من رسم التصاميم للشخصيات وبيطلقوا قسم بلايزنج سوفتوير على هاللعبة وبهيك بنكون وصلنا لنهاية القسم الثالث برأيكم هل الصراحة أهم أو الصداقة اكتبو لنا بالتعليقات بنشوفكم بملخص جديد ولوقتا سايونرا